على المواطنين الإسبان اتخاذ الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم للجزائر ومخيمات تندوف الكلام هنا لمارغاريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية خلال حديثها عن الوضع الأمني في المنطقة بناء على معطيات أكدتها أجهزة الاستخبارات الأجنبية العاملة في المنطقة اعتبرت وزيرة الدفاع أن خطر وقوع هجمات إرهابية في هذه المخيمات أمر وشيك وقالت نحن نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الوضع وضع دفع بالخارجية الإسبانية بحر الأسبوع الماضي إلى تحذير المواطنين الإسبان من زيارة مخيمات تندوف التي تقع فوق ترابي الجزائري بسبب عدم الاستقرار المتزايد في شمال مالي وزيادة نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة وأكدت الوزارة ارتفاع مخاطر تعرض المواطنين الإسبان للخطف أو لهجمات إرهابية كما حذرت من الصلاة القوية للبوليساريو بالعديد من المنظمات الإرهابية الدولية والجماعات الإجرامية المتخصصة في التهريب عبر الحدود الناشطة في منطقتين الصحراء والساحل توجسات الخارجية الإسبانية تزامنت مع حادث توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات حيث تم توقيفهم داخل خيمة بمنطقة تبعد بحوالي 70 كم في اتجاه الشمال الشرقي لمدينة طنطان الموقفون كانت بحوزتهم مسلحة كالاشنيكوف تم الحصول عليها بتواطئ مع عناصر في جبهة البوليساريو وتم تهريبها لأغراض إجرامية من بينها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ترجمة نانسي قنقر